اكد السيد الرئيس بشار الاسد ان الغرب يدرك الواقع الفعلية بشكل متأخر ويفهم الواقع دائما ببطء شديد وفي مقابلة مع مجلة ديرش بيغل الالمانية اوضح الرئيس الاسد انه على الرغم من ادراك الغرب ان الارهابيين يعادلون خمسين بالمئة من المسلحين فهو يفضل ان يتقى بالقاعدة بدلا من الثقة بالحكومات وكشف السيد الرئيس ان نقاب عن وجود اتصالات مع بعض المؤسسات في المانيا وان هناك حديثا بعض القنوات لم تكن موجودة في الماضي يتم تبادل المعلومات عبرها الا انه لا يمكن التحدث عن صلات سياسية واشار الرئيس الاسد الى ان المانيا والنمسا تمتلكان الرؤية الاكثر موضوعية والاقرب للواقع بالنسبة لسوريا والذي يمكن ان يساعد في تحقيق مصالح اوروبا معبرا عن استعداد سوريا لاستقبال مفادين من المانيا الى دمشق كي يتحدث معنا عن الصلاة الحقيقية ويتثبت من الوضع وينطلق منه في عملهم لان من اعتقد انه يعزل سوريا بالحقيقة كان يعزل نفسه عن الحقيقة وبخصوص موقف الرئيس الامريكي وحديثه عن فقدان القيادة السورية للشرعية قال الرئيس الاسد ان اوباما رئيس الولايات المتحدة الامريكية ولا يملك اي شرعية هنا لكي يعطي الاحكام عن سوريا ثم انه ليس من حقه ان يحدد للشعب السوري من يختار رئيسا له واكد السيد الرئيس ان الروس اصدقاء حقيقيون لسوريا وانهم يفهمون بشكل افضل من الغرب حقيقة ما يدور فيها وهم اكثر استقلالية من الاوروبيين الذين يعتمدون جدا في سياساتهم على الولايات المتحدة الامريكية ويتبنون هذه السياسات وبخصوص السعي الغربي لمنع سوريا من الحصول على السلاح تساءل الرئيس الاسد باي حق نحن دولة ولدينا الحق في ان ندافع عن انفسنا ونحن لا نحتل ارض احد لماذا لا يمانع المجتمع الدولي بان تحصل اسرائيل على جميع انواع الاسلحة لهذا فان الغرب ليس موضوعيا في موقفه هذا ولهذا السبب ولهذا المعيار المزدواج لا نثق بالغرب واكد الرئيس الاسد ان سوريا ستفعل كل شيء لتكون قوية ولن تسمح بان يقوم احد بتحطيم معداتها التسلحية على الرغم من ان سوريا تنظر الى الامور من منطلق ان المنطقة بحاجة الى السلام والاستقرار وكانت دائما واعية لهذه الناحية وبالنسبة للجيش العربي السوري وما يتعرض له من محاولات لتشويه سورته قال السيد الرئيس ان الجيش العربي السوري يمثل سوريا وان لا لكان تفكك منذ مدة وهو لا يمثل تهديدا لاي احد مؤكدا ان الجيش والشعب يقفان معا وليس لنا خيار اخر الا ان نثق ونؤمن بنصرنا وانقاذ بلدنا واعتبر الرئيس الاسد ان نصر سوريا يتحقق بالتخلص من الارهابيين حينئذ يتوجب علينا ان نتخلص من ايديولوجيتهم التي تسربت الى بعض اجزاء سوريا فهي اخطر من الارهاب ذاته وختاما شدد السيد الرئيس على ان تحقيق الاستقرار في سوريا يحتاج الى ايقاف تدفق المليارات من السعودية وقطر وان توقف تركيا المساعدة اللوجستية للارهابيين عندها يمكن حل المشكلة في غضون بضعة اشهر